اسمع علينا ورح يلعب بكلاسيكو ضد برشلونة بقميص ريال مادريد وبعد الكلاسيكو دور الستعاش من دوري الابطال مع ريال مادريد ضد ليبزيك وليوم رح امشي من دور الستعاش للنهائي وخلص دوري الابطال انتو دايما تطلبوا مني انو حلقة طويلة فاليوم حلقة طويلة رح العب كل دوري الابطال بحلقة واحدة فجيب الشاي جيب القهوة زبط امورك ودعمني بلايك لحتى نوصل عاي الحلقة لثلاثين الف لايك طالما دعمكم خرافي على السلسلة فما رح وقفها وكل حال ارح جيب لكم سيناريو كبير بهاي النسخة من هدافي دوري الابطال هلاند يحلق بثماني اهداف مع مبابي سبع اهداف انا حاليا اربع اهداف ولكن شوي شوي رح جيبهم باذن الله طبعا مباراتنا ضد برشلونة هي مبارات كأس السوبر يعني النهائي يعني اذا فزنا فيها رح نتوج ببطولة ونحن حاليا بسنة الالفين ودنين وثلاثين واللي بيقلي شو هدفك بعد دوري الابطال هاي السنة هدفي انو حقق دوري الابطال مرة تانية مع فريق اخر وهدفي انو جيب كأس العالم الفين واربعة وثلاثين وصير متل بيلي معي ثلاثة كأس عالم انا بطى كأس العالم ستة وعشرين ثلاثين ورح صير اربعة وثلاثين كأس السوبر ياسماعي لينو اللي جانب كوبا وفينيسيوس جونيور ضد البارسا ضد برشلون الفريق الذي تشجعه اسماعي لينو بستايل جديد ماذا ستفعل امام البارسا جونيور نزلها اسماعي لينو بين مدافعين يحاول الاختراق لعب سمع عرضي رائع كوبا المدلل اوه يا كوبا يا كوبا اسماعي لينو تمرير اسماعي لينو استلام كادر يضعها في المرمى مدريدية خلف المدافعين سمع اول الاهداف اختراق تقدم مهارة السديد في مرمى البارسا لأول مرة يحتفل اسماعي لينو لانه لم يحتفل كثيرا وسجل كثيرا في مرمى البارسا فالان الاحتفال مسموح لك يا اسماعي لينو في كأس السوبر الرقم ثمانين السعلى ساو يستمرير اسماعي لينو حول مطقة جزاء التسديد الثاني يا ريال الثاني يا ملكي سمع يركز سمع يركز في مرمى البارسا 2-0 في كأس السوبر سمعي يعيش اجمل ايامه قادمونا يا دوري الابطال شوف الاستلام حول منطقة الجزاء وتسديد الافة رائع على طريقة النيمار الغدار الله يسمع على ضغط كوبو كوبو يا كوبو تمريرتك يا كوبو سمع انطلق للهاتريك في مرمى البارسا يا اسماعي لينو لعيب 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 هذا مجنون مجنون السلساو على طريقة كريستيانو يستفز جماهير البارسا هذا بثالث إذن سوبر هاتريك تمريرتك سماعي لينو باليسار نار يا حبيبي نار في هذه المباراة إسماعيلينو في آخر الكرات أمام دفاعاتي أوهوهو سمع سجل الحاتريك ويستعرض هنا أمام دفاعات البارسا إذن إسماعيلينو مع فينسيس جونيور من نفس الجنسية برازيليين يتوجون بكأس السوبر بطولة جديدة تضاف لإسماعيلينو ولكن دور الأبطال قادمونا يا دور الأبطال كابتان وإذن الله شوف إسماعيلينو ونظرة وريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني الفبروك إسماعيلينو بطولة جديدة اللعب في بطولة كأس السوبر إسماعيلينو بطولة أخرى تضاف والآن إلى دور 16 من دور الأبطال ضد ليبزيك ذهابا وإيابا إسماعيلينو يبحث عن ذو الأذنين مرة أخرى هذه المرة بقميص الريال مدريد قبل أن يحطم رقم بليه ويتساوى معه بنسخ كأس العالم وربما بالـ 2038 يحقق كأس عالم رابع ويصبح أعظم لاعب برازيلي في التاريخ ليبزيك يضغط على مرمى ريال مدريد داخل منطقة الجزاء الكرة خطيرة والمحاولة ويحذروهم على أرضهم برافو الحارس خطيرة لليبزيك هدف أول رائع جدا كنترول جميل وإنهاء رائع ريال مدريد يتعثر خارج الديار عن طريق فيا الاستلام عجبني جدا بالرأس وضع أمامه وحط في القول يوم بطيء في العمل لإسماعيلينو مع ريال مدريد ضد ليبزيك لحد الآن لم يظهر بعد أداء كبير ضد برشلونة برصة الآن سمع ينطلق خلف المدافعين يا لها من انطلاقة خطيرة جدا داخل مطقة الجزاء رونالدو الجديد هذا كريستيانو الجديد لريال مدريد انطلاقة كانت رائعة جدا خلف المدافعين لكن الحارس يا لها من انطلاقة وكنترول وبلياسار فوز لليبزيك على أرضهم سجلوا هدف وتفوق علينا لكن هناك في السانتياغو سناوت يا فريسيوس من هنا من السانتياغو بالرأبيو يا اسماعيلينو لتاحل لربع نهاية يجب أن تسجل هدفين في مارمى ليبزيك بداية سريعة مدريدية على مارمى ليبزيك لضرب الدفاعات خطيرة تمرير رودري اسماعيلينو اي بداية اي بداية من السالساو اركز اركز في مرعب مدريد كريستيانو رونالدو الجديد هنا ملك دوري الأبطال هنا يعني السالساو هدف عالمي 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 شوفوا التمريره وانتوا رائعة رودري ثبت الحارس اسماعيلينو وزجلوا للأهداف الآن هدف واحد يا ميرينكي هدف واحد في السانتياغو يعني نحن في ربع نهاية دور الأبطال فرصة خطيرة ليبزيك نحتاج ثلاثة واحد نحتاج ثلاثة أهداف الآن نحتاج يعني هدفين إضافيين يا اسماعيلينو لكي نتاح الليبزيك صعب المهمة وضرب مدريد بالسانتياغو بالرميو شوط أول ينتهي واحد واحد أمام ليبزيك شوط ثاني يجب أن نسجل فيه هدفين يا اسماعيلينو في السانتياغو نستطيع يا ملكي خرصة ليبزيك لإنهاء المباراة محظوظين في اللقطة الماضية مع اسماعيلينو وسط الميدان ينتظر المساندة يتقدم يمر يلعبها هناك ليوان بي ساكا كوبو تقدم مدريدي وان بي ساكا مرة أخرى لرودري رودري 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 أعرضي يبرس يا الله سيناريو عالمي إذا معادي ريال مدريد في ريمون تادا هنا في السانتياغو بيرنابيو بهدفين وتأهل قادرون على فعل هذا اسماعيلينو موجود اسماعيلينو موجود كوبو كوبو يا كوبو مرر هل اسماعيلينو ماذا تنتظر رودري للأمام اسماعيلينو داخل مطاط الجزاء راح كوبو راح كوبو راح كوبو سيناريو مجنون يا كوبو يا تاكي فوسا يا الله يا الله على السيناريو إذا أتى الثالث سنحطم ليبزيك سمعلي كوبو كوبو في المرمغول فهذا الأصرار والعزيمة الأولى من اسماعيل بالقايم والثانية من كوبو في المرمغ يا مادريد ربع ساعة على النهاية اسماعيلينو كوبو كوبو اسماعيلينو يعين يعين كوبو 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 مادريد إلى الربع نهائي يعين 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 على تاكتيك المرنجي هلا مادريد هلا مادريد ملكي رائع ملكي جميل وكوبو حسم هذا اللعب الرائع يوم عادة للدفاع لا 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 يا دفاع لا ثلاثة اثنين في آخر الدقائق نحن بحاجة هدف آخر لنتاهها يا مادريد اسماعيلينو خطفها آخر كرة آخر الثواني قتال كبير من الملكي من المرنجي كوبو لعبها اسماعيلينو روح يا كوبو روح يا كوبو روح يا كوبو اسماعيلينو لعبها في اليمين ما زالت اسماعيلينو آخر الثواني جول 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 سمعا يرقص على جثث ليبزيك سمعا 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 يا الله يا اسماعيلينو هدف سيترخ لريال مادريد يا الله يا الله يا الله السيناريا مجنون خلصها اسماعيل التاهل لربع النهائي في آخر الثواني يا لعيب يا سالساو السامبا يرقص على جثث ليبزيك على جثث الألمان قتلهم ذبحهم أنهاهم أنها مسيرتهم في دور الأبطال تسعين زائد ستة يعني اسماعيلينو في ربع نهائي دور الأبطال أي سيناريو أي جنون في السانتياغو إنه كريستيانو الجديد بل إنه الأعظم لريال مادريد أي تأهل مع كوبو هذا كوبو هذا كوبو الفنان أهديك هذا الهدف يا كوبو يصال على الحان أوه إذن رح نواجه فرانكفورت بالربع نهائي المباراة تبدو سهلة ولكن فرانكفورت بال2032 من جايبين كيف تأهل وما منعرف لهيك لازم نلعب بجدية إذن المباراة الأولى على أرض فرانكفورت بقيادة كوبو اسماعيلينو فينسيو ثلاثي الرعب صراحة كوبو شي خارق للعادة بال2032 فهيا بنا هدف سيخلده ريال مادريد لك يا اسماعيلينو في دور الأبطال لذلك يجب أن تحافظ في هذه النسخة على الفوز والتقدم لحمل اللقب لضرب كل الفرق للتتويج في ريال مادريد فرصة خطيرة فرانكفورت بداية سريعة للألمان الدفاع ينقذها فرانكفورت مازال يحاول في البدايات يريد التسجيل لا يا دفاع الأبطال يا اسماعيلينو الآن يتقدم يمر رائعة جدا مادريدية فينسيوز فينسيوز مادريدية ملكية الميرنجي 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 برس رائعة يا سماع هذا اسماعيلينو من رونالدينيو كريستيانو شوف الارتقاء والتزديد بالرأس وكأنه رونالدو مع مادريد بوبو تمريرة خلف المدافعين اسماعيلينو القناص الخطير بين لاعبين كأوهو مرور عالمي عرضية رائعة والكرة ارتدت فينسيوز وغول واحد صفر لمادريد شوف المرور شوف المرور الله عليك تتسلم رجليك الله على كرة وهدفها ولي مادريد فرانكفورت الألماني لعودة بهدف تعادل بالرأس والقائم خطيرين خطيرين هجومهم خطير جدا فورس لا فرانكفورت داخل مطقة الجزاء تسديد رائع كانت لكن فوق المرمى فرانكفورت قريب جدا من التعادل هدف التعادل إذن تمريرة ساحرة وهدف أول في الدقيقة الثالثة والسبعين اسماعيلينو تقدم مع كوبو كوبو تمريرة رائعة مادريدية اسماعيلينو يعيني على الونتو خطيرة داخل مطقة الجزاء التسديد والهدف الثاني للريال مادريد اسماعيلينو النجم الأول يسجل مجددا في ألمانيا أمام فرانكفورت وينقذ ريال مادريد من التعادل الله على تأكيفوس كوبو على تمريرته وعلى إنهاء اسماعيلينو الغدار آخر الثواني في المباراة فرانكفورت يحاول تسديد أدف تعادل الكرة خطيرة احذر يا مادريد لا 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 الحمد لله مرت بأمان مادريد بثلاث وقاط إلى السانتياغو برنبيو أمام فرانكفورت إذن حاليا بسطارة الهدافين هالند بداعش هدف أنا بالمركز الثالث بسبع أهداف يعني أربع أهداف ممكن حاليا بمباراة السانتياغو ضد فرانكفورت إنه جيب أكثر من هدف ونحاول نجيب هداف البطولة وبالنسبة للصناعات أيضا أنا موجود بالقايمة بثلاث صناعات يلا يا اسماعيلينو أمام فرانكفورت حاول أن تسجل أكبر عدد من الأهداف في هذه المباراة المؤهلة لنصف نهاي دور الأبطال دا سريعة اسماعيلينو باللاعبين يتقدم يبحث عن زمير رودري استلام خطيرة مدريدية انطلاق اسماعيلينو الأول الأول ضعت والحارس يتعلق مهمية اسماعيلينو تقدم تمرير انطلاق خلف المدافعين الثاني أيضا ضعت يا كبير خطيرة اسماعيلينو مع كوبو المحاولة للاختراق وانتوا جميلة داخل مطقة الجزاء التسديد والحارس مدريد فعل كل شيء إلا التسجيل اسماعيلينو انطلاق خلف المدافعين خطيرة هدف عالمي من اسماعيلينو وأخيرا ارقص يا كبير ارقص يا سامبا فرانكفورت تمرير هدف أول هدف أول لفرانكفورت هنا في السانتياغو هدف ثاني منهم يذهبنا لشوطين إضافيين هو دور الأبطال وهي المفاجأة فرانكفورت هل يفعلها فرانكفورت ويباغت الجميع ويذهبنا لشوطين إضافيين يا مدريد يضغطون يحاولون يتقدمون الثاني 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 مستحيل مستحيل يا مدريد أبعد الكرة أبعد الكرة الحمد لله بأنها مرت الحكم الآن يذهبنا لشوطين إضافيين آخرين أمام نادي ألماني آخر فرصة أخرى ومحاولة مدريدية يا اسماعيلينو يا عيني على الاختراق عالمي الانهاكم ممكن أن يكون هدف ثاني يا ريال اسماعيلينو انطلاقة مدريدية خطيرة تمريرا رايعة الحسم والتسجيل صناعة اسماعيلينو وهدف جميل اثنين اثنين وأخيراً التأهل الآن مدريدي بهذه النتيجة التأهل ملكي كما فعلناها ماما ليبزك نفعلها ماما فرانكفورت تشوف سمعة دوران والتمرير يعين على صناعة السلسة احذر يا مدريد احذر الثواني الأخيرة دقيقة فقط على النهاية يا فرانكفورت خطيرين مرعبين مرعبين خطيرين تقدم خطيرة خطيرة برافو الدفاع الحمد لله أنها مرت الدقيقة والثواني الأخيرة سمعة لقتل المباراة سمعة واحد على واحد مر سمعة صناعة ممكن الآن حكى المباراة أنهاها قبل أن يصنع سمعة هدفا ثالثاً مدريد إلى نصف نهاية دور الأبطال مع اسماعيلينو الذي يصنع الأحلام المدريدية ويعيد الأمجاد الملكية إلى السانتياغو صعب نصف نهاية ممكن يكون ضد ميلان العريق بروسيا دورتمان ضد ريالسو سيداد ومنافسة الصدارة الهدافين مشتعلة بينه وبين هالند هالند إداعش هدف وأنت من أهداف لازم سجل أكثر ممكن أخذ هداف دور الأبطال وممكن تروح لهالند من السانتياغو بالربيو يا اسماعيلينو هذا ليس ليبزيك هذا ليس فرانكفورت هذا ميلان العريق المباراة كبير على أرضنا فلنستغل عامل الجمهور ونسجل يا سماع ضغط عالي من ريال مدريتا على مرمى اسميلان اسماعيلينو كوبو كوبو اسماعيلينو الله ثنائي ذهبي يضرب اسميلانوس من اسماعيلينو أي تمريرات وأي تقدمات وأي تفاهم بين التأكي تأكي كوبو نعم تأكي فوسة مع اسماعيلينو وانتوا رائعوا نهاية جميلة من اسماعيلينو الذي يريد اللحاق بهالند خطيرة للأمام ريشاليسون واحد واحد في السانتياغو سجل ميلان عن طريق ريشاليسون الذي لم يمت سنة 2032 وما زال يستفزني هذا الريشاليسون في وسط الميدان سمع أخذ له مكان فينسيوس اسماعيلينو داخل مطقة الجزاء واحد على واحد الله على مهارتك وتقدمك وتسديتك كانت قريبة جدا يا سمعا المرور عالمي عالمي جدا من الدفاع لكن اللمسة الأخيرة كانت قريبة واصطدت إلى ركنية مباراة كبيرة جدا أمام ميلانو الله على مرور هذا يدرس الكرة عند فينسيوس متى عينك بهذا المرور الرائح من اسماعيلينو يعني يعني مر من تونالي بكل ثلاثة ثلاثة خطيرة جدا لكوبو عادة رودري اسماعيلينو باليسار لم تمر الكرة ولم تدخل شباك دونا روما العني بهذه النتيجة يجب أن نذهب بنتيجة الفوز يا اسماعيلينو دونا روما دونا روما يتصدى لكرات اسماعيلينو كرة كانت رائعة وأكثر من رائعة من بعيد سدة كرة لكن دونا روما انقذ الاخير اسماعيلينو تمريرا يا حكام إذن واحد واحد من السانتياغو سنذهب لملعب ميلان بهذه النتيجة المخيبة لزيدان إذن بروسيا دورتموند تتأهل للنهائي وإذا فزنا على ميلان رح نواجه هالند بالنهائي وصراع هداف دور الأبطال وبطل دور الأبطال إذن هالند سجل هدف آخر صار 12 هدف وأنا 9 أهداف ولكن لسه عندي مباراة نقصة منه ممكن سجل هدف أو هدفين حاليا وتصير النهائي هي الحاسمة بينه وبينه ولكن نحن بهمنا اللقب أكثر من الهداف السان سيرو معقل ميلان اسماعيلينو يجب أن تسجل هدف على أقل تقدير لكي نتأهل يا مودريد يا ميرينجي هيا بنا يا اسماعيلينو هدف واحد فقط يا سمعة ونتأهل الكرة للأمام هكذا ميلان متأهل لأنه سجل خارج الديار لكن سمعة يريد أيضا التسجيل يا عيني على تمرير رودريد ميرينجي رائع بقيادة اسماعيلينو الذي اخترق الدفاع وان تو وان تو يعيني على النظر والعرض يا رودريد تقدم اسماعيلينو الله الله على مرورك الله على تقدمك هدف عالمي يا ريال اسماعيلينو تمريرها أخرى حول منطقة الجزاء كميج احتار كميج كيف سيلعب الكرة لكنها جميلة الثاني باي باي ميلان الريال مادريد في النهاية الكبير عن طريق فينسيوس جونيور اسماعيلينو لفينسيوس الثالث يا مادريد ضعت يا فينسيوس الآن سأكون أناني سأحاول التسجيل اسماعيلينو دوناروما مستحيل كور للعبور ما زالت تاكيفوسا كوبا 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 ما زالت لم يستطع التسجيل سماع يجب أن تسجل تلحق بهالاند الكرة كان غير محظوظ غير محظوظ غير محظوظ والنهاية غير سعيدة يا ريال لتسجيل هدف أول خطيرة جدا الدفاع يعود لكن الاستلام والتسديد الكرة مرت يا ميلان إذن الريال مادريد في النهائي الكبير أمام بروسيا دورتموند صراع الكبار اسماعيلينو وهالاند سيكون نهائي كبير للغاية نهاي مشتعل حرب ستكون على أرض الميدان هيا بنا إلى هناك يا مادريد إذن هالاند بـ 12 هدف وأنا بـ 9 هداف يعني لازم جيب هاتريك أو سوبر هاتريك لكون هداف دوري الأبطال ولكن إذا فزت حتى لو ما سجلت رح كون أنا بطل دوري الأبطال ورح نشوف مين اللاعب اللي رح يأخذ أفضل لاعب بالبطولة وبالنسبة للصناعات أنا بالمركز الأول واللاعب خيمينيز من بروسيا دورتموند بعيد جدا عني لهيك أنا بطل الصناعات في دوري الأبطال قبل النهائي نهائي دوري الأبطال يا الريال اسماعيلينو خلت اسمك من أعظم لاعبي ريال مادريد في التاريخ وأحرز هذا اللقب أمام من؟ أمام الكبير هالاند المدمر رودري وجه مألوف لعب في بروسيا منذ سنة كان معهم في دوري الأبطال والآن هو مع الريال مادريد مع اسماعيلينو اسماعيلينو كوبو فينيسيوس وجوه رائعة سمع متحمس جدا لنهائي آخر ولقبين على التوالي واحدة مع الانتر واحدة مع الريال هل تكون يا اسماعيلينو يا رقم ثمانين يا سيلساو؟ هالاند يعود في وانتو خطيرة داخل مطقة الجزاء لبروسيا دورتمونت البداية السريعة للألمان أخرجنا فريقين ألمانيين يا بروسيا فنحن نعرفكم جيدا لتدرب مقاتل الآن روح يا تاكي فوسا تاكي راح كوبا راح خطيرة ثلاث عامين داخل مطقة الجزاء كوبا عرضية خطيرة والكرة عادت رودري تمرير مدريد 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 يحاصر بروسيا لتسجيله ولا الأهداف تاكي فوسا كوبا تمريره رائع داخل مطقة الجزاء اسماعيلينو كوبو الامامية سمعة تمريرة كوبو يا كوبو اسماعيلينو داخل مطقة الجزاء ميرنك جميل ميرنك رائع مدريد جميل سمعة يخلط اسمه بأعظم لحيبيريال مدريد يا عيني على كوبو ويا عيني على اسماعيلينو شوف التمريرة الجميلة ولوب في المرمى يا هلند واحد مدريد لا شيء بروسيا لا شيء هلند في نهاية دور الابطال يا عيني على لوب رائع يا سمعة هلند ما زال يحاول هلند الهداف هلند الدبابة الالمانية لكن امام دفاع ريال مدريد عاجز عاجز عن التسجيل سمعة الثاني يا سمعة بنفس الطريقة يا سمعة الله 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 حان وقت رقصة السامبا يا اسماعيلينو يا عيني يا لعيب يا عيني يا حريف يا عيني يا سالساو هدف واحد وأصبح بنفس رصيدي هلند في نهاية دور الابطال شوف المرور شوف المرور شوف المرور الله على طريقة النيمار الغدار وضعها اسماعيلينو يا لعيب يا لعيب يا لعيب قتلتني يا كبير نعم هدف واحد وأتساوى مع هلند في نهاية كبير هدفين سيناريو مجنون لمدريد للميرنغي الله يا سمعة الله حطمت الحصول الالمانية وتألقت وأديت بشكل رائع قدم تمرير لبروسيا هدف أول قريب جدا دفاعات الريال براو لا 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 ما هذا يا دفاع مدريد يهدون هدف أول لبروسيا براو كوبو ركنية لبروسيا دورتموند قريبين جدا كانوا من التسجيل ركنية أخرى تسعة واربين دقيقة إذا سجلوا هدف أول ممكن أن يعودوا يجب أن نحافظ على النتيجة يا مدريد ركنية ماذا يفعلون هنا حول منطقة الجزاء الكرة ما زالت مدريد وهلان ساقط هلان دم من الهاتريك في مرمى براو سيا دورتموند في مرتدة واحدة سيضرب دفاعات براو سيا ويحسم المباراة سمعة يستلم سمعة يتقدم الله 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 تمرير رائع انطلاقها للنهاية 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 لم يسجل عدد كوبو في الآن براو سيا دورتموند من تومان يلعبون واحد ضد واحد أي كرة مرتدة ستكون قاتل اسماعيلينو يستغل هذا الضغط شوف الضغط الكل في الكل في رهاية دور الأبطال بروسيا يحاول بروسيا يضغط عادة ريال مادريد في مرتدة على مباراة نار 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 هلان تمرير ساعنشو شوف فينسيوس أصبح قلب دفاع براو بهنسيوس بروسيا ما زال يبحاث هدف أول هدف أول وعشرين دقيقة ستكون من نار أمام بروسيا وأمام هلان الكرة لمدريد التقدم والمحاولة اسماعيلينو للهاتريك للهاتريك لمعاددة رقم هالاند رسميا اسماعيلينو يعادل هالاند بهدف ثالث بهاتريك ثالث السلسة واللعيم الحريف يالله على هدف هذا اسماعيلينو يظهر في النهاية بشكل خارق للعادة شوف شوف التقدم شوف المرور شوف العبور والتزديد من بعيد يالله يالله سجل يا تاريخ هدف عالمي من اسماعيلينو اسماعيلينو اعظم لعب في مدريد قادهم للنهائي بشكل استثنائي ارقص يا كبير ربما سوبر هاتريك ربما سوبر هاتريك الدفاعات مفتوحة سماعيو حاول بين ثلاث لعبين بالسرعة لعب 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 السوبر هاتريك كنت اراني لكن هو هدف هداف دور الأبطال وانا احرز ثلاث هداف اسف يا صديقي انا ليست من عادتي ان لا امرر لكن هذه الكرة كان ممكن ان تصنع السوبر هاتريك ثلاث نقائق على النهاية اسماعيلينو سيصبح بطلا لدور الأبطال ويتساوى مع هالند بالاهداف بها تري كانوا في النهاية الكبير الان ربما سوبر هاتريك وستصبح الهداف المنفرد في دور الأبطال الان ربما مرتدة الكرة خطيرة لبروسيا قطعت اعطوها لسمعة سمعة استلمها سمعة مررها هناك في الجبل يومنا انطلق سمعة مررها 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 لسوبر هاتريكانو هاتريكانو سوبر هاتريكانو أربع واحد اسماعيلينو الهداف الرسمي لدور الأبطال واركس السامبا مع فينيسيوس السامبا السيلساو شوف كيف انتظر الكرة شوف كيف قاد الكرة وشوف كيف وضع الكرة انه افضل لاعب واعظم لاعب في الريال مادريد 2032 تعني سيلساو اسمه اسماعيلينو هداف دور الأبطال يا الله شيء لا يعقل من التسعة هداف لثلاث عشر هدف هالند اصبح باثنى عشر هدف ولم يسجل هالند سوبر هاتريك يا كبير إثار رسميا الريال مادريد بطلا لدور الأبطال أمجاد ريال مادريد تعود عن طريق اسماعيلينو سوبر هاتريك 27.44.74.90 في هذه الدقائق سجل السمعة هالند لم يسجل هالند لم يفوز هالند ليس هدافا بزمن اسماعيلينو عليك أن تجلس وتبكي في الزاوية يا هالند اسماعيلينو مع الميرينجي مع الملكي ثاني دور الأبطال على التوالي والهدف القادم هو تحطيم رقم بيلي في كأس العالم ليصبح أعظم لاعب في تاريخ البرازيل الآن التتويج من هو الكابيتانو؟ مادريد 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 بطلا لدوري أبطال أوروبا بقيادة اسماعيلينو بسوبر أتريك نعم يا مادريد نعم بعودة من حديد نحن الأبطال نحن الهدفين نحن الأفضل في العالم يا ملكي إذن أفضل لاعب في المنافسة هل هو اسماعيلينو الأعظم في دوري الأبطال؟ والريال مادريد مع اسماعيلينو إذا مثل ما شايفين اسماعيلينو عمر ريمون تأتي على هالند 13 هدف هالند 12 وأيضا بالصناعات أنا المركز الأول بخمس صناعات والهوم تكون خلصت حلقة اليوم شكرا لكم على المتابعة ودمتم بألفي خير شكرا لكم على المتابعة